نفذت عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر وفرنسا التدريب المشارك البحري الجوي المصري الفرنسي رمسيس 2022 والذي يستمر لعدة أيام بمصر ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاتات والانشاط الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة تراز F-16 المتعددة المهام والطائرات المقاتلة تراز رافال وميج 29 ويتضمن تدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التي من شأنها تدريب الأطقم البحرية والجوية لكل البلدين على أعمال التخطيط وإدارة الأعمال القطالية المشاركة مما يسهم في توحيد المفاهيم العملياتية وصق المهارات أطقم القوات البحرية والجوية لكل البلدين ترجمة نانسي قنقر